التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بوزير الدفاع الإيطالي جيدو كروزيتو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين قوات المسلحة لكل الجانبين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بسيد جويدو كروزيتو وزير دفاع جمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الممتدة مع جمهورية إيطاليا في مختلف المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين مشيرا إلى توافق الرؤى لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية إيطاليا حرص بلاده على دعم أفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول بحري جوزيبي كافة دراجوني رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا والسفير الإيطالي بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية